المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في إطار الوظائف الإدارية المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في وظيفة التوجيه التحفيز لا بد لنظام الحوافز أن يكون له أثر إيجابي ومستند إلى أسس ومبادئ واضحة في المنظمة ومنها التحفيز 1. أن يكون تحفيز العاملين بجوانب مادية أو معنوية أو اجتماعية 2. أن يكون التحفيز فعالاً يراعي حاجات العاملين 3. أن يكون التحفيز فعالاً ويتصف بالديناميكية والتجديد 4. يجب ربط التحفيز ونظام الأجور بالتغييرات الأخرى في المنظمة وفق جدول زمني دقيق 5. تحقيق العدالة في سياسات الأجور والرواتب 6. تقييم أنظمة الرواتب والتحفيز باستمرار 5. تحفيز 6. تحقيق العدالة في سياسات الأجور